أستاذ عبد الرحيم نمشي توم المصراتة لبنغازي خلي نستقبل الكابتن وهبي زوبي أحد نجوم كرة الطائرة الليبية وهو اليوم المدير الفني للاتحاد الليبي للكرة الطائرة أعتقد أن الإنجاز اليوم هو أنجاز لكل الليبيين فما بالك أن تتكلموا على الاتحاد الليبي للكرة الطائرة اللي كانت مدخلاتها سليمة في دوريه فصارت مخرجاتها سليمة سواء على المنتقبات وكذلك الفرق ولنستثني من ذلك الفرحة في مدينة بنغازي اللي انتفاها أستاذ واهبي مساء الخير كابتن مؤيد وكابتن أخوي وحبيبي عبد الرحيم النجم لليتكم طيبة وإن شاء الله دائما أفراح ودائما مبسوطين والتهنية طبعا للملادي السويحلي سواء لمجلس الإدارة الجماهير عشاق الكرة الطائرة للسابقين والحاليين والقادمين إن شاء الله لنسويحلي مر بسنين طويلة في البناء وفي التجهيز وفي الاهتمام بهذه اللعبة في جميع الفئات السنية ابتداء من المرحوم خالد ابو القنصان كان مدرب جديد من عرفوه وبعدين مرورا باللعبين الكبار مثال كمال بادي ممكن انتهاءا بأصغارهم عبد الرحمن دردن اللي شفناه همسي الله يبارك أحسن لعب معد ما شاء الله كل اللاعبين طبعا مش نقدوا صادقين متأسسين تأسيس بدرجة عالية فنية عالية داخل مؤسسنا لسويحلي ممكن اللاعب الوحيد المميز اللي لها مكانها خاصة كابتن فريق اللي هو عبد السلام من الروس هو ممكن متأسس في الاتحاد المصراتي هذا التفكير يعني ولكن الباقي للفريق تأسيس صراحة غاية في الروعة ابتداد أجيال حلقة وسلسلة متواصلة الإداريين دائما كانوا ممتازين وكانوا دائما مركزين ابتداء من أحمد التريكي لخير دوة لإحسين بن طهر للآن نوري شتوان والقيادة طبعا الآن للحادة المجعوك ننهنيه ونشد على إيده ونقول لبارك الله فيك على هلال الجاز اللي هو رفع من شأن الكرة الطائرة الليبية نحن نشتغله كأسرة واحدة الاتحاد الليبي للأمانة من 2013 في أول دورة انتخابية وكنتنا أول مسؤول للمنتخبات وكان أول سؤال وجه لي أعتقد من ليبيا ريضية الطموحات والأهداف فقلتنا والله نحلم بالوصول إلى بطنة العالم كرقئيس لجنة منتخابات في ذلك الوقت تأخرنا صحيح من 2013 لكن وصلنا في الثلاثة وعشرين الحمد لله أعتقد أننا ومش في يا بؤيد فئتين فئتين مش واحدة فئتين فعلا الكبار وأندر سيفنتين وتحت السبعة أستاذ واهبي تتفق معاي هاي الكلمة عندي أستاذ أنت عالم أشهر من أن تعرف لعب دولي لعب النصر لعب منتخب ليبيا مدرب كبير حققت انجازات مع كثير من الفرق ورحلتك مع نادي الأهلي بنغازي كبيرة ومعروفة أنت لعبت كلعيب وصلت إلى نهايات كأس العالم عام 82 الآن أنت كمسؤول ليبيا تصل لثاني مرة في حضورك أنت سواء كان لعب سواء كان مسؤول هذا عندما يتكرر النجاح عندما يتكرر النجاح يثبت أن هذا النجاح ليس صدفة الحمد لله أستاذ واهبي تتفق مع الأستاذ عبد الرحيم ومن خلال الطرح التي قدمت أن اليوم خصوصا في جيلنا نعيش في الفترة الزاهرة للكرة الطائرة الليبية يعني أخبار من هنا وهناك منتخبين متأهلين للمونديال تميز وتألق لأهلي بنغازي تتويج كبير بالنسبة للسويحلي أعتقد أنه اليوم وصلنا لأعلى مراحل الدروة الحفاظ على هذا التفوق أعتقد أنه يحتاج إلى كثير من العمل أنتم درتم مدخلات سليمة جدكم مخرجات سليمة لكن الآن المرحلة تتطلب الوقوف مع هذه الأندية وتتطلب منتخب متماسك صحيح أنا نتفق معك في كل الكلام التي قلت معك أستاذ عبد الرحيم بارك الله فيها على الكلام الطيب لكن للأمانة نحن نمر بظروف صعبة جدا ظروف قاسية شبابنا ما وجدوش التكريم المناسب طبعا أنت تعرف يا كابتن مويد أن تأهلنا على أفريقيا ووصولنا لبطولة العالم اليابان 25 جاء في شهر سبتمبر 2023 وللأسف وبمرارة تزامن مع أحداث درنا المؤسفة فالمنتخب لم يقضي حق في الإعلامية لأنه لم يكن وقتها ولا كان احتفال ولا كان استقبال ولا كان تكريم فنحن صراحة هذه حاجة حزت في نفسنا وخلطنا منزاجين متوقعين أن يكون التكريم يكون في محلة ويكون في وقتها حتى ولو تأخر ما فيش باس لكن الرياضين ينظروا إلى غيرهم ينظروا إلى مثلا الكرة السلة مثلا ترتيب ثاني على مستوى العرب يعني المكافأة كانت مجزية ونهليهم ونبركهم وهو اللي بيهدي هو حر طبعا من درشحة يقول شوف هو أستاذ وهبي أعتقد أن الضرف اللي مرنا به كان ضرف منهك بالنسبة للحكومة أو أي جهة تبي تقدم هذا التكريم لكننا لا نسيبقوش الأحداث ونتوقع أن الحكومة اليوم في ظل السعادة الغامرة بالك نشوفه تكريم إن شاء الله للسويح لنشوفه تكريم معه للمنتخب الوطني يا كبت المؤيد حتى من غير التكريم أنا كمدير فني للاتحاد النيبي نفكر في عدق فنية ودربي للمنتخب الله على الأقل للنشئين لأن النشئين في شهر 7 القادم من بطولة العالم ليس معقولة إلى الآن لا نستطيع أن نجمع منتخب علم السواليبيا في مكان واحد لعدم وجود الإمكانيات إنعيدام نقول لك إنعيدام يعني إنعيدام إن ما لديش إمكانيات نهائية إن نجمع منتخب ومدربين يعني بالله عليك أن تتوى تحكي على أن أنك أنت واحد من أفضل 32 فريق في العالم سوى في الكبار والله في النشئين النشئين هذه بطولة العالم الأولى رقم واحد في تاريخ العالم ونحن متأهلي لها معقولة يعني ما لديه الآن 50 شهر مارس مش قادرين ندير معسكر أنا كنت تير برنامج حتى المعسكر يكون مثلا في بني غازي تتبنان الجهات التي في بنغازي التي ترعى في الأندية بارك الله فيهم ويرعى في الرياضة ونقاعدين نشوفه في الإنجازات كل يوم والملاعب الحمد لله فلما ترعى إن شاء الله إن شاء الله أستاذ وابي أنا متفائل أنا متفائل بما أنه فيه إنجازات وفيه يعني شغل كبير منكم كاتحاد لللعبة اليوم الحمد للأسرة حقيقة صاحب الرياضة بهذا الإنجاز شر رسالتك لكل المكونات وتحديدا الأسرة الرياضية داخل نادي السويحلي خصوصا هي رفع تروس الاتحاد العام لللعبة قبل حتى باقي الأسرة الرياضية طبعا هو الاستمرار ما فيه شك أنه يسويحلي زي ما قلت لك أجيال مرت على هذه المؤسسة في هذا القطاع بالذات وهو اهتمام كبير جدا جدا ولكن المكتب التنفيذي كاتحاد عام رغم كل الظروف ورغم كل الصعوبات ما وقفش أي نشاط بل بالعكس نحن فرضنا وكان يعني ممكن علي يدنا فرضنا مسابقات تحت الـ 14 سنة ما كانتش فيها أصلا كانت مهرجانات وكانش ينادي مهتم بها فرضنا على الأندية الكبيرة اللي تشارك في الدرجة الأولى لا بد يكون لها على أقل فئتين سنية صغيرة ضفنا فئة تحت الـ 21 قلنا نعطي فرصة لللاعبين من الـ 17 الـ 21 يستمروا فهذا الاستمرار هذا من اللي ينجح فيه ينجح فيه اللي يهتم زي سويحلي زي لالي بنغازي النصر ما شاء الله حتى هم الهلال ماشي كويس زوارة ما في الشك الجزيرة يشتغلوا في الفئة السنية فكل الأندية المهتمة بالفئة السنية تنجح أكيد لأنه يكون عندك مؤيد بعدين إضافة اثنين محترفين هنا يصير النجاح من الإداريين أو من مدير القطاع زي ما صار في السويحلي أحسن تحصلنا لأحسن جوائز أجالي الحمد لله الحمد لله بارك الله فيك أستاذ وهبي أكيد يعني الحديث يطول حول هذا الإنجاز ونشكرك حقيقة الاتحاد الليبي للكرة الطائرة اللي يعتبر من اتحادات الصفوة والمميزة